جدول أعمال الدورة ديال أكتوبر العادية لمدينة الداربيضة هو جدول غاني يكفي أن نذكر أنه حوالي 97 نقطة اللي هي مدرجة بجدول أعمال هاد الدورة كيدل على أن الرقم كبير وأن هناك شغالات كبيرة داخل مدينة الداربيضة لكن لكن الذي يؤسف له أن نقطة من النقاط أو جوج في جدول أعمال الدورة في الجلسة الأولى خيمت على الأجواء وعلى التصورات وعلى التحركات للفرق خاصة تحالف المخول لمدينة الداربيضة وهي انتخاب النائب العاشر وكأن إشكالية مدينة الداربيضة مختصرة في موقع أو مسؤولية داخل المكسب المسير نحن كفريق استقلالي صراحة هذه النقطة كانت خارج حسابتنا وخارج حتى في المخيل والمذكرة دينا لأنها شأن تهموا وحزب معين اللي كانت تعدوها النائبات وبالتالي الأوان أن المكسب المسير على سيد العمداء وهذا مطلب دائما للفريق استقلالي والإخوان النوب دينا المحترمين سي نصر الله وسي أفلال داخل المكسب ما فاتوا يذكرون هذا الكلام هذا أن العمل المجلس أنه يتعطى سياغ وإبداع تكون في اجتهادات فبقينا على صيغة تقليدية اللي كانت دائما بقينا على صيغة تقليدية من التعامل والتعاطي مع المحلي البيني يعني كمجلس كمنتخابين بينه بين العمداء والمكسب المسير ما فكرناش في أدوات وآلية أخرى للتواصول والعمل المشترك لأننا نحن تحالف فيها ثلاثة مركزين وزائد الفريق الدستوري إذن تكون عندنا عمل مشترك عمل منسجي ما يقتصرش فقط على المركز اللي هو مجلس المدينة بل يتعداه حتى إلى المقاطعة السستة عشر وباقي الهيئة الأخرى التي تدخل في دوليب تدبير مدينة الضربدة من نقابات وجامعات وهيئات أخرى ولجانة تتبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر